موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم في هذا الدرس بدي أحكي رؤوس أقلام عن موضوع الديناميكس الديناميكس في موضوع مايا موضوع مهم وكبير وبريحنا كتير بالشغل الديناميك يعني مثلا انت لو موسكت كرة لو تمسك كرة كرة قدم كرة أي كرة بإيدك ورميتها على الأرض أول شي انتك الجاذبية الأرضية رح تمسكت رح تنزلها للأرض ثاني شي وزنها رح يعني توصل الأرض وترتد للأعلى هلأ ارتدادها للأعلى هاد حسب وزنها حسب نوع الخام الموجودة منها حسب الجاذبية وشدتها حسب المسافة اللي نازلة فيها حسب قوة التصادم بالأشياء اللي يعني اللي ارتطمط فيها فبالتالي هذا الموضوع الديناميك موضوع كبير وضخم إذا بتحب تكمل معي بالموضوع هو موضوع ضخم أنا بدي أحكي عنه رقص قلام بس عشان تكون عارف معي بالموضوع ما حبيت تكمل عن هذا الموضوع اقفز عن الدرس أو الدرسين الديناميك حسب الوقت اللي عنا وكمل على موضوع الرندر اللي رح نبدأ فيه بعد هذا الديناميك إن شاء الله بس أنا بنصحك يعني إذا ما بدك إياه اجلس وتفرج واستفيد من وقتك على أساس أنه يطلع شغلك بالنهاية موضوع يعني متكامل رح تعمل فيه أشياء كتير حلوة ورح تستفيد منه يعني بالمستقبل لو مش بالمرحلة هاي لو قدام شوي بمجال كبير يعني مثلا ممكن أنا أرسم بحر يعني زي ما أنا رسم الشغل هون وعمل بيت وعمل كذا من أدوات بسيطة رح أرسم بحر بأدوات بسيطة كمان موجودة داخل مايا شبه جاهزة رح أعمل بالديناميك مثلا دخنة طالعة من من هذا المدخن اللي هون رح أعمل بالديناميك بكفي هذه الاشيين رح أعمل البحر ورح أعمل الدخن اللي طالع من هون على نظام البارتكل البارتكل موضوع مهم البارتكل يعني مثلا عندك فراشة وحدة طائرة رح تعمل منها مجموعة من الفراشات لو عندك سمكة وحدة هتعمل مجموعة من الأسماك داخل البحر أو داخل مجموعة من الطيور البعيدة أو شي يعني بريحة كتير موضوع الديناميك موضوع البارتكل رح نحكي عنه قد ما بصحلنا الوقت بالمرحلة هاي وإن شاء الله اللي بده يتعمق فيه بعدين بالمستقبل إن شاء الله فيه دروس متخصة إحنا موضوع عنا بسيط وبروجيكت بسيط بس عشان نمشي حالنا ونعمل أشياء بسيطة أول شي انت شايف المايا عندي هون فول سكرين شوف ما أحلى وهو فول سكرين هاي الطريقة عشان تعملوا فول سكرين اكبس كونترول مع سبيس بار شايف كبسة كونترول على الكيبورد عندك كونترول مع سبيس بار هاي الكبسة طويلة المسافة كونترول مع سبيس بار شوف برجع زي مكان كونترول مع سبيس بار برجع بعطيك إياها فول سكرين كونترول مع سبيس بار لا تنسى ها بتفيدك مرات بالشغل لما بدك تشوف الشغل فول سكرين وطبعا الاوتلاينر عندك باش نبيني اكبس على الاوتلاينر مع البيرسبكتف هون بتبين عندك بشكل واضح وكمل شغل بالطريقة اللي بدك إياها أول شي عشان أبدأ شغلي صح بدي أرتب الفايل أكتر لاحظت أنه بكل مرحلة أنا برتبه أكتر عشان يعطيني بالنهاية شغل متكامل رح أبدأ هون أول شي من الاوتلاينر ومع اللاييرز هون كونترول اي بعطيني الاتريبيت ادتر اكبس عليها كونترول اي مرة تانية هيعطيك التشانل بوكس من التشانل بوكس رح أنزل تحت على أشوف أول شي الهاوس الهاوس عندي لحاله عندي لسياج لحاله وعندي لطفيت كل إشي راح حط هذول الشجرتين مع الاوتبل كيف دي أضيف عناصر لللاير أنا طفيت اللايرات هون أوكي طبعا أخذنا موضوع polyarth بس أنت هلا يعني بس أنا طفيت العين عشان ما أشوفهم راح أكبس علي كلمة هاوس واكبس رائتي كلك وضلني كابس وadd selected object يعني يا مايا ضيف لي هدول العنصرين لأنه مختارهم على الاد على اللير اللي اسمه house مباشرة بيختفوا لأنه اللير هذا مخفي لو أظهرته هيظهروا كلهما بعض تمام وعند الإضاءة هون خلي الإضاءة ما رح أخفيها طيب هلأ موضوع البرتكل ركز معي مظبوط رح أبدأ بالدايناميك بموضوع البارتكل موضوع البارتكل عبارة عن عناصر مجردة وبعدين أنا بشتغل فيها هلأ اللي عنده مايا قبل مايا 2009 ما رح يلاقي الويندو الموجودة اسمها in dynamics لاحظ هنا بالمنيو الرئيسية على الزاوية على الشمال الفوق في عنا منيو اسمها دايناميكس وفي عنا ويندو تاني اسمها in dynamics الدايناميكس هي الأساس بمايا والإن دايناميكس هذي إن من نيكولاس نيكولاس هو اللي اخترع هذا الأداة الجديدة الموجودة أو المنيو الجديدة لداخل مايا اسمها in dynamics اكبس على in dynamics لأنها أسهل ويعني أسرع للتعامل معها in dynamics حت تطلع عندنا المنيو هاي موجودة في عنا أول شي رح أعمل ركز معي بالشغل بس أنت كريات نير سبرميتيف رح أعمل in dynamics ايه circle أوكي circle مو سفير سفير بتعطيك كرة أنا بدي أرسم دائرة أوكي circle هون بيحكي لي drag and drop عشان يعطيك كرة أوكي مقصاتها بس عندي على channel box بدخل translate تبعتها صفر بالtranslate x و translate z صفر و y هي صفر فهيك الكرة عندي في الوسط إكبس F بتشوفها full screen أول شي بال in dynamics رح أروح على in mesh وفي عنا create اول شي بدي اختار أنا على اتأكد اني على في عندي cloud وفي عندي thick cloud أوكي أنا بدي أكون على thick cloud cloud يعني غيوم هاي thick cloud بعطيك شكل كأنه دخنة أوكي وبدنا كمان معاها نختار emit from object أوكي يعني يا مايا طلعلي particle على شكل cloud على شكل الضباب هادة من العنصر اللي أنا مختاره وهلأ أنا مختار الobject هاي اكبس كليكة واحدة عليها هتلاقي واكبس على هادة هادة time slider اسمه من البداية اكبس على play ها بلش تطلع الدخنة طبعا بدها تعديلات كتير بس انه بدت معانا تطلع إن شاء الله في الدرس القادم مباشرة منكمل هاي التعديلات عشان نطلع على شكل cloud بكفي كلام بالدرس هاد الوقت أدركنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عمر قندين من دوت ان اسبوت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر